طيب أنا كلمتكم في بداية الحلقة أخطب فقرة الأخبار بس بحاجة سريعا جدا مع حضراتكم كلمتكم على عبدوة الجمهور للمدرجات أنا هقول يعني القايمة الخاصة بالحضور الجماهيري وبرود العقوبات في حالة وجود أي تجاوزات من أي نوع لكن أنا في ظن الألف اللي هيروحوا رايحين يستمتعوا بكورة وراحين مش بس هم يستمتعوا رايحين يعملوا حكتين تانين يمتعوا الجماهير الملايين اللي بتابع المطشات دي من خلال الشاشات باعتبار المباراة دي كارنفال وجود الجمهور فيها بيدي للمطش بيدي للمنافسة طعم وشكل تاني خالص ويفتحوا الأبواب لبقية الجمهور يعني أنت مهمتك مش أنك أنك أنت تروح تتفاجع على المطش بس أنت رايح تقدم نموذج تقول به للقايمين على المنظومة كلها افتحوا الأبواب ودخلوا الجمهور وانتم متطمنين هقول لحضراتكم لايحة العقوبات المقررة الخاصة بالجمهور مع فتح الأبواب المدرجات واحد السب الجماعي عندك غرامة 20 ألف جنيه السب الجماعي اللي يؤدي لقاف مباراة 50 ألف جنيه استخدام ألعاب نارية أو قنابل دخان 50 ألف تانين استخدام الألعاب النارية بشكل يتسبب في إقاف المباراة أو إلغاءها في الملعب غرامة 100 ألف جنيه قثف زجاجات أو حجارة على الحكم أو مسؤولي تنظيم المباراة غرامة 100 ألف جنيه في حالة التكرار بيعقب الفريق بلعب المباراة بدون جمهور وبتضاعف الغرامة لـ 200 ألف جنيه في حالة اقتحام أحد الجماعير للمدرجات في مباراة مقامة بدون جماعير يعتبر الفريق صاحب الملعب خاسر للمباراة بنتيجة 2-0 مع تغريمه 100 ألف جنيه وفي حالة التكرار بتضاعف الغرامة لـ 300 ألف وبعد كده بتضاعف تانية أو يعني بيزدد مبلغ الغرامة لنصف مليون جنيه في حالة اقتحام أحد الجماعير ملعب المباراة في لقاء مقام بدون جمهور ويعقب صاحب المباراة بغرامة 200 ألف جنيه واعتبره أيضا خاسرا للمباراة بنتيجة 2-0 وفي حالة اقتحام أحد الجماعير ملعب مباراة مقامة بدون جمهور يعقب صاحب الملعب بغرامة 100 ألف جنيه واعتبره خاسرا بجانب خصم 3 نقاط مع نهاية الموز دي لاحية على عقوبات في ظن يفتديري أنه الألف اللي هيكون من حصن حظهم أنه هما يحضروا المباراة هيكونوا حارسين جدا جدا وعب تالي أنه ألف عدد في النهاية سهلا لك أنت تسيطر عليه أتمنى بس رسالة أنه الحضور الجماهيري يكون نموذج ده ملخص الكلام وده أهم حاجة فيما يتعلق للليحة ولا الغرامات أنا في رأيي وفي ظني أنه التحدي اللي قدامنا أنه الألف اللي هيحضروا المطشاط يكونوا نموذج وقدوة لعشرات الألاف اللي بنتمنى أنه هما في نفس الموسم ده يكونوا حضرين ويتابعوا المطشاط الدوري من الملعب